موسيقى وضع النظام الجزائري نفسه في ورطة حقيقية بسبب تماديه الغير المبرر في عدائه تجاه المملكة واتخاذه لكافة الإجراءات التسعيدية المتتالية رافدا كل وسطات الدول الشقيقة والجارة في ذليل واضح على قصر نظر ثنع القرار بقصر المرادية حيث وجدوا أنفسهم في آخر المطاف عاجزين علي ذراع الرباط وفي نفس الوقت غير قادرين على العودة إلى الخلف مخافة اعتبار ذلك هزيمة لنظامهما آخر المعطيات التي نشرها موقع مغرب أنتلجنس المقرب من دوائر القرار بفرنسا والدول المغاربية تفيد أن المملكة العربية السعودية مستأة جدا من تصرفات نظام العسكر وعدم تجاوبه مع جميع المقترحات التي قدمتها الرياضة لتقريب وجهة النظر بين الجزائر والمغرب حيث هدد بن سلمان صراحة بعدم مشاركة القادة السعوديين في اجتماع القمة العربية المزمع قدو بالجزائر مطلع وانبر المقبلة وبحضور الزعماء العربة التجرأت بون على عدم توجيه دعوة رسمية للملك محمد الثالث حيث سيشارك وفد من الدرجة الثانية في تلك الحالة عوض الملك وولي عهده وهو ما قد يقود دولا أخرى إلى القيام بالمثل وأضاف المصدر أن المملكة العربية السعودية عبرت بوضوحة عن دعمها المطلق للمغرب وبالتالي فأن استمرار نظام الجزائرية في تعنته ورفضه لأي وساطة منها سيؤدي لمحالة إلى تدهور العلاقات بين الرياض والجزائر وفي خبر آخر يرغب ماكرون في جمع المسؤولين المغرب والجزائريين والإسبان في قمة ثلاثية بفرنسا لإنهاء الأزمة حيث يرغب الرئيس الفرنسي الذي سيقوم بزيرات رسمية للجزائر يومي الخامس والعشرين والثالث والعشرين من غشة الجارية في تقديم مقترح لإنهاء الأزمة الديبلوماسية بين الجيران الثلاثة المغرب والجزائر وإسبانيا وذلك من خلال عرض تنظيم قمة ثلاثية تحتضنها باريس الأمر الذي يراه ضروريا لإنهاء تراكمات أضحة تهدد بزعزعة استقرار منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط وقالت النسخة الفرنسية لموقع مغرب أنتليجنس إن الرئيس ماكرون سيبحث العديد من القضايا الإقليمية المهمة مع المسؤولين الجزائريين خلال زيارة بما في ذلك التوترات السياسية مع إسبانيا والمغرب بشأن قضية الصحراء وسيجلب معه مقترحا عمليا لمحاولة نزعفة للأزمة التي أصبحت تسير قلق الاتحاد الأوروبية بشكل خاص وأورد المصدر أن الأمر يتعلق باقتراح تنظيم قمة مثغرة يكون مكانها باريس أو أي مدينة فرنسية أخرى مستعدة لاستضافتها على أن يشمع فيها ديبلوماثيون مغاربة وجزائريون وإسبانا بهدف مناقشة الحلول الممكنة والقابلة للتطبيق ومن أجل تهديئة العلاقات التنائية بين الجزائر وإسبانيا من جهة والجزائر والمغرب من جهة أخرى ووفق تقديرات المصدر فإن الاقتراح الفرنسي سيكون خطوة غير مسبوقة ففي السابق لم تنجح أي جهة أخرى في جمع المغرب والجزائريين والإسبانا في اجتماع رسمية حول خلافاتهم الجيوسيا والتي تفرق بينهم بالشدة مبرزا أن الوساطة الفرنسية تحضى بتقدير العديد من صناع القرار في الندم الجزائرية كما أن مسؤولي هذا البلد يرون ضرورة إطلاق محادثات مع مريد للتغلب على الثوء الفهم والوصول إلى تنازلاتنا تخدم مصلحة الجزائر انتقدت البرلمانية الكولومبية باولا هولغين من إقدام حكومة بلادها برئاسة غوستافو بيدرو أوريغو وبعد قرابة ثلاثة عقود على إعادة علاقاتها مع عصابة البوليساريو الإنفصالية وعبرت هولغين عضو مجلس الشيوخ بجمهورية كولومبيا منذ سنة 2014 عن حزب الوسط الديمقراطية في تغريدة على صفحتها بموقع تويتر عن استغرابها لإقدام حكومة بلادها بعد أيام قليلة من تنصيب غوستافو بيدرو أوريغو على إعادة العلاقات مع ما يسمى بجمهورية الوهمة الكيان الذي لا تعترف به الأمم المتحدة وترفض التصويت ضد ديكتاتورية أورتيغا رغم الانتياكات الجثيمة لحقوق الإنسان ومن جانبها نشرت سافرة المغرب لدى كولومبيا والإكوادور فريد الوداي على صفحتها بموقع تويتر تدوينة باللغة الإسبانية تقول فيها لا تتوهم بيان أو عدم وجوده الصحراء مغربية وستظل مغربية حتى آخر حبة من رمالها ويدكر أن اليساري غوستافو بيدرو أوريغو الذي جرى تنصيبه رسميا رئيسا لكولومبيا بداية الأسبوع الماضية وضع ضمن أولى القرارات التي اتخذها مباشرة بعد وصول إلى الرئاسة استئناف العلاقات المجمدة مع عصبة البوليساريو الإنفصالية ويشار إلى أنه بعد سحب عدد من الدول الإفريقية اعترافها بعصبة الرابوني بل فتحت قنصليات في مدينتي الداخل والعيون في الصحراء المغربية تبقى بعد دول منطقة أمريكا اللاتينية آخر معاقل العصابة بدعم كبير من حليفة الجزائر وفي خبر آخر يتسبب قطع النظام العسكري الجزائري لعلاقاته مع إسبانيا إثر تغيير مدريد لموقفه بشأن الصحراء المغربية خسائر فادحة حيث طالت الأزمة السياسية التي اندلعت منذ نحو سبعين يوما العلاقات التجارية وأوضحت يومية اندبنتي الإسبانية أن كل شيء توقف مشيرة إلى أن القلق يتزايد بين الرجال الأعمال الإسبان والجزائريين المتضررين من الشلل في العلاقات وتابعتنا المفاوضات بين الجانبين لرفع الحضر على التجارة لم تؤتي أكلها وباتت الجزائر تنتظر تغييرا في الحكومة الإسبانية لأنها فقدت التقى في الحكومة الحالية التي يقود والاشتراكي بيرو سانشيث في وقت يستبعد أن تتراجع إسبانيا لأن موقفة من الصحراء المغربية هو موقف دولة وليس موقفا خاصا بالحكومة الإسبانية أو رئيسها ولذلك يتوقع أن تطول الأزمة ويرى المحلل الجزائري المعارض وليد كبير في تصريحات صحفية أن تخفيض كميات الغازي الجزائري إلى إسبانيا عبر إغلاق الأنبوب المغربية الأوروبية كلف النظام العسكري التأثير التي كانت تمارسه في القرار السياسي الأوروبية وكان رئيس الدائر الجزائري الإسباني لتجارة واصطناع جمال الدين بو عبد الله قد كشف يوم الأحد الماضي أن الرجال الأعمال الجزائريين نفد صبرهم إذاء الصعوبات المستمرة في الاستيراد من إسبانيا محذرا من فترة حريجة لأن المخذونات آخذتنا في النفاد ويدكر أن قطع النظام العسكري الجزائري لعلاقاته مع إسبانيا ذات من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد رغم محاولة جنرالات قصر المرادية الترويج لعكس ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر